توسط الرئيس عبد الفتاح السيسي صورة تفكرية ضمت رئيس مجلس الوزراء وعددا من الوزراء وكبار رجال الدولة على هامش افتتاحي مشروعات الانتاج الحيواني والألبان والمجازر الألية من مجمع انتاج الألبان بمدينة السادات بمحافظة المنوفية يهدف إنشاء المجمع إلى تنمية الثروة الحيوانية من خلال التحسين الوراثي للسلالات المصرية لحومها وألبانها وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمجمع خمسة ألاف رأس حلب يضم المركز العلمي مستشفى بيطريا ومزارع فرعية وأخرى لتسمين بالإضافة إلى توفير الأجهزة والمعدات الخاصة بحظ الألباني ونقلها